السلام عليكم مشاهدي الاعزاء مرحبا بكم من جديد في قناة مطبخ اميرة اليوم ان شاء الله سنقدم لكم بالطلب المتتبئات بالزبري بغو دانيت بالشوكولا منزلي ان شاء الله سنقدم لكم دانيت بطريقة سهلة وكذلك المكونات اللي موجودة في كل بيت وكيجي معندو تشيف رقبة بين دانيت اللي كيتباع اللي كيحبوه الاطفال وكذلك الكبار وطريقة سهلة وسريعة غير في خمس دقائق كتحضرين بوحد تحلية رائعة غير تابعوا معايا الفيديو باشتوفوا المقادر وايضا طريقة تحضير بسم الله على بركتي الله ستحتاجوا ان شاء الله في الدانيت هنا عندي جوج معارق برد بودرة كريم باتي سياغ ممكن تعويضها بالناشا عندي هنا الشوكولات بنسبة الشوكولات هنا اخذت المربعات تقريبا 50 جرام للشوكولات هنا عندي كاكاو المر عندي ملعقة كبيرة هذا هو الكاكاو المر هذا هو الكاكاو المر ملعقة كبيرة مملوئة بالنسبة للسكر هنا هنا جوج معارق برد السكر سانيدة والسكر حبيبات هنا هنا نصف لتر حليب فقط هذا المل مكونات امشوا على بركة الله الطريقة في الطريقة شنو سوف نديره سهل الطريقة سنجيبه الكسرونة نجيبه كذلك الحليب كما تشوفه سنفرغوا هنا الحليب في الكسرونة الحليب برد سوف نجمع المكونات مكونات كلهم في خطرة سوف نضيفها أول شيء سوف نضيفها السكر الملون بالنسبة للكريم سوف نضيفه كما تردون سوف نضيفه سوف نضيفه سوف نضيفه سوف نضيفه سوف نضيفه السكر سوف نضيفه سوف نضيفه 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 سوف نضيفد حرقة سوف نحضل سوف نضغط المكونات بشكل جيد ونضغط المكونات ونضغط المكونات قبل أن نضغط المكونات في النار وتكون المكونات متوسطة ونقف التحرك حتى يوصل إلى النار ونضغط المكونات شوكولات المربع 8 أو 10 مربعات يمكن أن نضيفها الخليط ساخن لأنه يضيف الشوكولات نحل لكم جيدا نتأكد أنه خلطنا جيدا نوجد الكقوس نضيفه جيدا ونضيفه في الكقوس ونضيفه بالكقوس نضيفه لهم الخليط ونضيفه نضيفه لهم الخليط ونضيفه لهم لهم الخليط ونضيفه لهم في تلاجة ونضيفه تقريباً ساعه اتماسكو ويبردو مزيان ولكن انتو زربانين ممكن تحطوه في المجمد غير ربع ساعة وتخرجوهم ونقدموهم هما باردين يعني طريقة سهلة وسريعة ويجي بحد المضاق هايل ده بغض نمشي نديهم ووضعوهم في التلاجة ونتقو في التقديم ان شاء الله هذا هو الشكل النهائي ده الدانيت من بعد ما بردنا في التلاجة ساعة وخرجناك كما كتشوفو كيجي متماسك وعاقد وطريقة سهلة وسريعة كتشوفو كيبجة ويجي متماسك وزوين وطريقة كدلك سهلة وكتوضعوهم في الكؤوس اللي كتبغيوها ان شاء الله يعجبكم هاد الوصفة اليوم وصفة سريعة واقتصادية وكيجي ها الدانيت هي ما كيش الفرق ما بين دانيت اللي كتبغ في المحلات وكذلك احنا دلناه في المنزل يعني عارفين شنو كنديرو والوليدات نكيحبو بحال هاد الدانيت كذلك الكبارش ما نديروش في البيت وطريقة سهلة بالنسبة الاحتفاظ به كتشوفو بي تلاجة غير ثلاث ايام جميع التحليات كنحتفو بيها في تلاجة ثلاث ايام لانك يجي بنان وزوينين وعاقدين ورائعين ده بغا ناخد الملعاقة وغادي نوركم القوام ديال هاد دانيت كيفاش كيجي كيجي رائع مني غادي تدوقو وتجربو ان شاء الله ردو عليا في التعليقات اكيد غادي اعجبكم اتمنى الوصفة اليوم تكون عجبتكم واذا عجبتكم ما تنسوش تدعموني بلايك تشاركوا في القناة اذا ما زلتوا وما اشتركتوش بالضغط على الزر احمد صابوني تفعلوا التنبيهات بجدي ما توصلوا بالجديد وشكرا على المتابعة وكتمنى كل المتتبعات اللي يطلبوا مني دانيت منزلي يكون جبكم وبسلام عليكم ونشوفكم في فيديو الجاي مع السلام اشتركوا في القناة